منصور عباس إخواني وجبنا لحضراتكم أكثر من دليل على إخوانيته ووجوده ككادر إخواني طبعا الجماعة الإخوان والتنظيم الدولي وجد نفسه في ورطة تاريخية منصور عباس بيفتش سر الإخوان أو منصور عباس بيفضح توجهات الإخوان السرية هل الإخوان على علاقة وطيدة بالحركة الصيونية الدولية كما كنا نقول هل يأتي منصور عباس ليفضح ما ستحاول الإخوان يعني التورية به أو تخبئته على مدار كل هذه السنوات لذلك وجدنا بيانا من تنظيم الإخوان وبيانا من تنظيم الدولي الإخوان بيقول أنه وبيقسمه برأس جدهم الكبير حسن البنة أنه هذا الرجل ليس إخوانيا وعمره ما كان إخواني والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين اللي هو اسمه طلعت فاهمي طلعت فاهمي قدامك وقال إنصفا للحقيقة بعد أن هدأت المعارك على الأرض المباركة ونجحت محاولة الأحزاب السياسية الصهيونية في تشكيل تجمع يسقطون به نتنياهو الذي قاد العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني برز اسم السيد منصور عباس الذي شارك في انتخابات الكنيسة الأخيرة وحصل فيها على أربعة مقاعد تحت اسم الحركة الإسلامية منذ ذلك الحين تعمل بعض وسائل الإعلام زينا يعني على نسبة تلك الحركة إلى جماعة الإخوان المسلمين هذه الحركة والله من وراء القصد بيقول هذه الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان تؤكد عدم وجود أي صلة فكرية فكرية أو تنظيمية لها مع هذه الحركة والله من وراء القصد طلعت فهمي والله العظيم يا أستاذ طلعت أنت راجل كذاب وضلال لأنه منصور عباس نفسه هو نفسه كذبكم وانتوا قبل كده يعني كل الكتاب بتوعكم والمدونين والناس المغردين كلهم يعني احتفوا به أيام حفاوة وهو الراجل لم ينكر هذا لكن عندما كشفنا الحقيقة بسرعة الإخوان طلعوا بيانه وقالوا لا ده في بعض الناس في بعض الناس الكذبين الإعلاميين اللي زي فلان وفلان بيقولوا أن احنا والله ما تبعنا تعالوا شوفوا بقى الصورة دي يا جماعة الصورة دي في تايمز أو في إسرائيل وجايبين صورة مين ده صورة منصور عباس ورافع شرط ربعة قدام حضراتكم دي يا جماعة 2019 دي الصورة دي في الكنيسة الإسرائيلي منصور عباس اهو أنا بقول اهو في القائمة المشتركة اهو رافع علامة ربعة الكريهة قدام حضراتكم بقول هذه العلامة اللي بيرفعها منصور عباس عدو الكنيسة الإسرائيلي داخل مبنى الكنيسة الإسرائيلي وهو عدو في الكنيسة الإسرائيلي بيرفع علامة ربعة من 2019 محدش من الإخوان ولا طلعت فاهمي ولا طلعت مش فاهمي طلع قال ده مش تبعنا لا بعد ما افتضح الأمر وحطي ايده في قيد بينت القاتل الإرهابي الوغد اللي هو رئيس حكومة إسرائيل دلوقتي جاي بيقوله مش تبعنا طيب خليني اقول لمحمد فتحي ده ولا عمر فتحي واقول للأخ إبراهيم مونير والأخت مش عارف مين والناس الشوات الصيعة الإخوان اللي هم يعني لا حول لهم ولا قوة حتى في الخارج لأنه أكذبهم فضحتهم انتوا بتقولوا منصور عباس ليس إخوانيا لا فكريا ولا تنظيميا طيب اهو فكريا جبتلكوا ورافع علامة رابعة في الكنيسة الإسرائيلي من 2019 ومحدش فيكو قال ساعتها إلا إنه مناضل داخل الأراضي الفلسطينية لكن لما حطي ايده في ايد ما قولتوش حاجة زي غيره 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 زي ما قبل كده أردوغان زار تل عبيب وقرى الفتحة للرجل اسمه تيدور هيرتزل ولا حد فيكو تكلم ولا عادي بنفس القصة منصور عباس لكن تعالوا بس أقول لكم وأفضح لكم توجهاتكم وأفجئكم بفيديو قصير ومنصور عباس نفسه بيتكلم على محمد مرس العياط بولي عليه الرئيس الشهيد تعالوا سمعوا الأنظمة العربية الشمولية الاستبدادية التي تريد أن تكرس حالة من العبودية الجديدة للمجتمع العربي الدكتور الرئيس الشهيد محمد مرسي لا شك أنه اليوم يمثل رمز رمز لكل الشباب العربي الذي يريد أن يتحرر من العبودية نظريتي تختلف تماما أنا في اعتقادي أن أنظمة عربية شرعية نابعة من الشعوب سواء كانت برئاسة أو بقيادة لأي طيار فكري إسلامي أو غير إسلامي هذا في صالح الجميع في صالح البشرية بالعكس الطيار الإسلامي سيأتي بقيمة إضافية أن السياسة لا تبنى فقط على المصالح العمياء التي أحيانا تكون لا أخلاقية أنا اللي قلت محمد مرسي ولا هو منصور عباس النهاردة بتبرقوا منه يبقى الإخوان يتبرقون من منصور عباس في محاولة لستر الفضيحة فضيحة الإخوان داخل الكنيسة وفضيحة الإخوان داخل الحكومة الإسرائيلية اللهم كل الشماتة في هؤلاء ترجمة نانسي قنقر